قتل ضابط شرطة وأصيب عشرة آخرون جراء انفجار قنبلتين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي بالعاصمة المصرية القاهرة الانفجار الأول وقع أثناء محاولة قوات الشرطة ابطال مفعول قنبلتين عثر عليهما في محيط قصر الاتحادية فانفجرت إحدهما فيما جاء الانفجار الثاني أثناء محاولة تفكيك عبوة ثالثة قوات الأمن المصرية كانت قد رفعت درجة التأهب استعدادا لاحتفال بذكرى مظاهرات الثلاثين من يونيو والتي أدت إلى عزلي محمد مرسي